في نعمة اسمها نعمة خفاء الأقدار هذه من النعم اللي تخليك تشرق وهذه من النعم اللي تخليك تسعد وهذه من النعم اللي تخليك مرتاح من النعم نعم الله كثيرة من بينها نعمة اسمها نعمة خفاء الأقدار أعرف إش معنى نعمة خفاء الأقدار يعني من رحمة الله بنا أنك تخيل بس قبل ما يقول لك من رحمة الله بي تخيل بس أنك لو تعرف كشف لك القدر الآن أنه لما يصير عمرك في 18 سنة أنت كذا جلس تقرأ أنه هذا قدرك أنه لما يصير عمرك في 18 سنة راح يجيك زكام وحمة رغم أنهم زكام وحمة لكن أنت عمرك كذا وأنت عمرك 10 جلس تنتظر 18 سنة لأنه تعلم أنه في هذه السنة راح يأتيك زكام وحم وأنت تقرأ في صفحة أقدارك لو مثلا تقرأ أنه في سن العشرين سيموت الوالدة والله يطيش عقلك لذلك تأمل معي ثم تقرأ في الأقدار أنه يكون عمرك 27 ما أدري إش رح يجيك فلطف الله بي وبك وبكي أن أخفى علينا الأقدار لنعيش دوما في أمل وفي فأل فنعيش بين جنتين جنة رضا و جنة نعيم بما يعطي الله من خير في هذه الأقدار والسنين و جنة صبر في شيء اسمه لازم تصبر بعض الناس يقول لك شوف راح أقول لك مشكلة بس لا تقول لي أصبر إيش أقول لك تنسلخ من جلدك تخرج من هذه الأرض التي أنت فيها التي أنت فيها وين رايح وين رايح عمي لازم تطف دبابك وتهدي هنا اديله شوف نعمة خفاء الأقدار والله نعمة لكن من رحمة الله حتى لما ينزل القدر مرات تتخيل أشياء كذا لو أنها نزلت كيف ستتلقاها لكن سبحان الله لما تنزل ينزل بك ذلك القدر يجعل الله لك من الصبر ما يكون أرضية تحمل عليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن شوف بس كيف هذه النعمة العظيمة الجليلة نعمة أن يخفي الله عنك القدر وإلا سيذهب عقلك وتذهب نفسك حصرات فقد تنتظر في كذا أنه لو أجلك بعد مائة سنة يعني زي كذا الحين أنا أكثر من 18 سنة يعني بعد مائة سنة بقي لي 80 سنة بس 80 سنة سأعيشها بألم لني أعارف أنه أجلي في المية رغم أنها 80 طويلة